راديو إيافام على الباج فيسبوك راديو إيافام هذي المتينالويكاند معاكم نتوى نحن السبعة وسبعتاشين دقيقة حتى للعشرة انتم تسمعوا في جيهين بالحاج عمار كوتيمي كروت لتسوية فيهم الأخبار الفن الموزيكة الموظة الميك للكوتشينج كل شي موجود في المتينالويكاند باش نتنقلوا بكم من موضوع الموضوع حتى تحصل الفايدة ان شاء الله اليوم السبت 27 جوليا 2014 نحب نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم إن شاء الله كل عام وهو حيب خير وإلى كل من عنده مناسبة سعيدة إن شاء الله بدوا بالتمام وإن شاء الله رب يوصل بسلم نصبح زيدة على سوفيان بوهليل في الأخراج سباح الخير سوفيان إيمان المالكي في الديجيتال بس سيم القبني اللي مخبي لكم من بعد برش حكايات وأخبار بش يحكيهمنا من بعد سباح الخير بس سيمنا سباح كورد سباحكم فرحة إن شاء الله أنهاركم زين يا رب وإن شاء الله هتعديوا ثلاثة سوية عمزينين وفيهم برش ضحك وفيهم برش جو يستنوا فيكم ثلاثة سوية معبين بالأخبار ومعبين بالضحك ومعبين برش حاجات جديدة سيرتوا للناس اللي تحب الكوتشينغ وإلى الناس اللي تحب المود والصهريات والخرجات فما من بعد ربريك خاصة بكم أنتوما تستنى فيكم أبقاوا معنا أسمعونا وصيرتوا إنكم بش تشوفوا برش حاجات اللي فغيموا ما شفتوا هايش أقبل أعليش أقول لكي خطر كل مرة نحاولوا إنو نجيبو لكم أخبار ونجيبو لكم معلومات اللي فغيموا وتخليكم إنكم آآ تكون نكونوا عن ثيقتكم وتخلينا إنو فغيموا يعني حتى كنفيتهم الاخبر في وقت ويلقاوهم معك أنت بسين أي أكيد أحنا كيما العادة وكيما تعرفوا إيا فهمت سينة للفنين التونسي إذا كعليش بعد ما نصبح عليكم بالكلم نصبح عليكم بالفن التونسي بصوت تونسي نسمع طوى غنيا بصوت الهيدي جوين يعليك نغني وراجعين في المتينة الويكند عشرين دقيقة على إيا فهم أحلى غاديونتو ما تسمعوا في المتينة الويكند معاكم حتى للعشرة متاع السباح وتوى وقية التصبيحة بصوت بسام الكلمة ليك بسام سباحكم بالخير والفرحة والرزق مامتي يرحمها تقول عز نفسك تسيبها النفس نفسك وانتي تبيبها مثالة ذاية ما فهمت المعنى متاع وكانك كبرت وعشت برشة تجارب على هذك حبيت نقول لكل حد فينا روحك وقدرها والروح روحك وألف حاجة تتحب فيها أعطيها ما تملك وما تبخلش عليها وما تبخلش عليها بالحب احكي واسئل روحك ايش تحب واش ما تحبش شنية اللي يفرحها وشنية اللي يغششها روحك هي روحك أعز ما تملك خاف على روحك من روحك أولا والدنيا كان عطاتك ضحكة من القلب أضحكها وتمتع بروحك وبالباهي اللي فيها روحك بين يديك حب روحك معلي حب روحك كيف ما أنت ما تترميش وما تخلي وحد يلعب بيكم باسم الحب الحب راهو كلمة غالية وعزيزة برشا وكيما قالت دنيا سامير غانم أيسيب نفسي وأغني موضوع كبير هذا باسم حب روحك موضوع كبير برشا موضوع في غيمان كل مرة هيكية كنتخيله وإلا كنتشوف ستاتيه في الفيسبوك تحكي على النوعية متاع الحب الذاتي دي ولا الحب روحك في غيمان جيني برشا تساؤلات أعليش واحد ما يدللش روحه أعليش واحد ما يخليش روحه عزيزة ما يخليش روحه لفغيمان تعرف عليش يظهر لي على خاطر أحنا في تربيتنا معناها تربينا برشا 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 تبجل العبد الأخر على حساب روحك تربينا برشا بما خذت الخاطر معناه تاخذ بخاطر العبد اللي طلب منك حاجة من غير ما ترجع على روحك وتسأله إذا كنت تحب تعمل هكا ولا لي معناه تربينا مدام عبد طلب منك حاجة يزمك تاخذ بخاطر يزمك تقوله أي يزمك تلبيله هو الرغبات متاعه معناه قبل ما تسأله روحك إذا كنت تحب تعمل الحاجة هذي ولا لي يظهر لي ذاك عليش والله هي ذاك السبب من الأسباب جهين اللي برشا برشا ناس يعني كما قلت تتيم التربية متاعنا اللي خليتنا إنه ننسيو روحنا وننسيو أحنا إيش نحبو إيش ما نحبوش شني الحاجة اللي تغششنا وشني الحاجة اللي متغششنيش والنها اللوجو على رضاء العبد والروجو على رضاء الناس اللي ديرا بنا اللي كيفاش نحاولو إنه نخليوهم فرحانين نرضيوهم هم حتى على حساب روحك لحساب روحنا باركزوب الساعات تبدأ متقلق وفي جد ومعينك في حد شي ما ما تلقاشو شكون في غيموءك اللي يتبطب عليك ويقول لك ليه ما تتغشش وكذي هو في اللحظة هذيك يزمك أنتي تتبطب على روحك وفي اللحظة هذيك يزمك أنتي تقول ليه يلزي يلزي لهنا رو أنا سيبون يزمني نعيش يزمني نفرح يزمني شي خطر شو يزم باجل روحي اي اي اقبل ما نباجل العبيد مباجل روحي خطر برشا عندهم يقول لك أنا حب الروح والحب الذات رو أنانية ولا غرور لي لي مهوش أنانية معنيش وواصلين للمرحلة هذيك احنا وقتيش أنا مثلا نحب روحي وقتل ندلل روحي باركزوب نشري حاجات نحبهم باركزوب ناكل ماكلا نحبها باركزوب نقول لكلام ولا نسمع موزيكة لأينا نحبها ولا زيدا ولا منعيشش لحظاتي غشاشوني ولكن قول لي زيدا معناه كان عبد طلب مني حاجة وينا ما نحبش ذيك زيدا احتيرها من الروحي يانا ما نحبش معناه من حقي نقول لي احنا مشكلتنا في ثقافتنا وتربيتنا تربيناك يا عبد يقول لك كلمة لي منقبلوهاش منقبلوهاش منقبلوش كلمة لي ما ديم قلي لي معناه ما حبش يخو بخاطري معناها أكره وتنجم تتقطعره وعلاقات ومعناه حتى عائلات على كلمة لي على خطر انا في الوقت اذيك انا ما عينيش ما عنديش طاقة بشو نلبي لك الطلب منتاعك برشا هيكيكة طويكة ديش على كلمة لي اكل يهزوا خشو ميتهم ويتنبزوا وكن ما عاش يحبوا يحكيوا معاك وكذي لكن الحال الحياة سهلة برشا لكنا نتغششو لكنا نتنرفزو لكنا عنا ظروف لكنا عنا ظروف السعيبة برشا ونتعديو بحاجات خايبة برشا لكن كي باش نتعديو بك الظرف اذيك الخايب وكل الحاجات السعيبة هذيك ولا حتى واحد صحين يبدأ تاع برشا كي ما تلقاش حتى حد يطبطب عليك ولا ما تلقاش حتى حد كما نقوله يقف معاك انتي يقف مع روحك رو الحاجة هذيك ما هيش انانية وإلا ما هيش حتى علاقة بالانية وما عنده حتى علاقة بالنرجاسية وما عنده حتى علاقة بالحاجات الخايبة الكل لا لي شي انه واحد بغي ماهو يزمو يقف في روحه خاتر تاوي كا سيرتو تاوي نعيشو في ظروف سعيبة برشة وخاصة ان الظروف النفسية سعيبة برشة اذي هاك تشوف واحد تكلم ويسر قوي خلي العبد هاكا ستخيسي على العصاب والكل ونهار فيه سا يتعدى بالحق فليش؟ في لحظة تتعدى لذي كما فيها بيش كل واحد انهايرة كي في النهار نصيف ساعة اربعة ساعة كي يقعد مع روحه يحكي مع روحه شنو الحاجات اللي تحبها شنو الحاجات ما يحبهيش شنو الحاجات اللي يفغي ماهو تخليه يتغشش برشة شنو يفهم روحه يعني يفهم روحه انت كتفهم روحك ديجا تتم قدمت مرحلة كبيرة برشة مالاخر انت لبسيه بتاع روحك هاي ذي كهو هاي كلمة اينا بش نسمعكم توا يعطيك الصحة بسام على تصبيحها متاع اليوم حب نفسك نفس نفسك كيفاش نفسك وانتي تبيبها وكي ما قالوا ناس بكري زيدا عز نفسك تسيبها بش نسمعكم بحبك انا كتير لغنية واق الكفوري بحبك انا كتير هذي اغنيوها لرواحكم بش تنجمو تغنيوها للعباد اللي ديرين بيكم على ايا فايم احلى غاديو سبعة وثلاثين دقيقة هاي بالماتينة الويكند تسمع فينا من توا حتى للعشرة متاع الصباح وقاية توا نمشيو البسام يعمل بنا دورة شنو فما اخبار جديدة في تونس وفي العالم شنو بحضرتنا بسام اليوم اخبار بيهجي هنا اليوم الاخبار مية بالمية تونسية اه داكور اليوم متونس مانيش خارجي اي اه فما حاجات صارت بيهي وفما حاجات صارت خايبة اكيد بش نبديو بالبيهي خاطر ديما في الماتينة الامتيانة نحبو نبديو بالحاجة البيهي والحاجة الإيجابية بش نحكي على حاجة عجبتني برشة وفرحتني في نفس الوقت هو صحيح كجي تشوف في الباطن متاحة اخبار اه الاخبارة ذايا في حاجات خايبة اما خلينا نركز في البيه لحد واحد وعشرين جويلة الفين واربا وعشرين مجموعة من الشباب يمشيوا يبحروا في البحر لقروت بنزرت اما الحكاية موفيتش الغديكة يجي هين الشباب هذو ما عملوا حملة نظافة كبيرة برشة لمو فيها ما يقارب الفين وثلاثمائة واربعين كيلو جرام من الوسخ من الاوسخ في ظرف ساعة ونص يعني تتخيط وفاهم خمسة وثلاثمائة واربعين كيلو جرام في ظرف ساعة ونص فيهم زوز اثنين بلقر وفاهم خمسة وثلاثين ساك من الاوسخ الغير قابلة للرسكلا وخمس تاشن ساك من الاوسخ اللي قابلين للرسكلا حبيت نقول يعطيكم الصحة والف شكر لكم والف شكر لكل شيء بتوع في الحملة هذية وبوص على جبينكم الكل وتونس راهي ما تيقف كين بشبابها وصيرتو الشباب اللي بغيما يخمموا في نظافة البلاد وكذا لكن المساجي الاخر اللي هو للناس اللي تبشي للبحر يهديكم ربي يجعل منكم يكون في كيفش يقولو هاي تقولها ما ماتي نسيت هالكلمة سامحوني اما يهديكم ربي يصلح رايكم يجعل منكم يجعل منكم يجعل منكم بالله 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 كي تمشيوا بالله لطيشو الوسخ راهوا ديجاء اللي شوفناهم التصاور في الحملة هذية بالحق التصاور توج عبارشة صحيح هم الشباب هذو ما يعطيهم الف صحة نظفوا وحاولوا انهم ينظفوا بلادهم وينظفوا البحر اللي يمشيوا ويعمو فيه لكن للناس الاخرين اللي تمشي الطيش اللي حاشكم اللي بوبيلة متيحهم الغادي تخلي يكل نعرشين الدبابز تخلي الماكلة حتى ريحد ولا يحشم معناه بش يتكلم حتى المنحبووش ننظروا على العباد ولا نقولوا لهم شنو اتعملو شنو ما تعملوش ما ليش ننظروا احنا اما ما فيها بيس معناه ساشي معاك هز اللي بشتهزتك لكل صحة وبش فيه طالح قاعد تساهم في الحفاظ على البيئة فهالبلاد ذي المزيانة المحليها اللي الناس الكل نحبوها ونحبوها تكون نظيفة ومزيانة هو هالي جاهل ما نشتنظروا احنا مين قاعدين نقولوا في حاجات قاعدة سايرة خطرت المو حاجات نغمال مو دي باسي معناه سيبان ومعناه ناس كل تعرف معناه ما تستحقش بش نو قد ونحكيوا عليها نغمال مو نغمال مو انتي هزيت حاجة بيشتكلها من ابسط قاعد نظافة انك لقيت بلاسة نظيفة تستحفظ عليك البلاسة هذي كان نظيفة كي ما قعدت فيها نظيفة كي ما قعدت فيها نظيفة كي تقوم منها تلف التوراك كين لقيتها نظيفة يعطيك الصحة لقيتها مزخة ارجع لمها ومشي روح حد شي في احنا على مو دي جاء انتي يبكى رهبتك يعني انتي عندك وسيلة تنقل بشتروح بيها حطها باحذيك كي ساشي ولا في المال ولا حاجة وكي تلقى بوبيل ولا حاجة لوحها راهوا في صالحنا احنا مثل تلقى البحر متاعك ممسخ وإلا تلقى الشطم متاعك ممسخ ديجاء انتي مكش بش تبدأ قليز مكش بش تقعد كيب غيمو على راحتك وفي بلاس نظيفة تيحت الحوت تاويك المطعم متاع الحوت بديت تتبدل القوم تاعه خاطر تاويك كي يجي ويشوفه في البحوت اللي يلقاه برشة تلوث في البحر اللي في غيمو برشة أنوعة متاع حوت ما عادش موجودة تاوي في البحر وصيرتو نشوفه قاعدين تاويك العوام الاخراني على صلحة صلح وفات البحر اللي في غيمو تاويك قاعدة تندثر ما عادش موجودة وهي يلزمها تكون في البحر عليش خطر تاكل تاكل الحريقة وكالوحدات اللي موجودين في البحر على ذاك ما في بيس اكيك واحد كي يجي مراوح يهزك البوفيل متاع ويراوح يهديكم ربي يجعل منكم بالله 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 وراجائك اللي الخبارة الثانية اللي الخبارة الثانية كي ما قلنا جي هايهم بما أنو احنا في السيف والجو والصهريات بيس نحكي على مهرجين المكنين اللي تم إلغاء حفل سامارة وفي اللي تارى ذايا مدير المهرجين كشف سبب إلغاء الحفلة وقال في بلاغ اللي إقبال الجماهير كان ضعيف وبالرغم من التخفيذات اللي وصلت خمسين بالمية من حق التذكرة وقال اللي احنا وصلنا باعنا كين ميتين واربعين تذكرة والحاجة هذه ما توصلناش بش نخلصه سامارة اللي طالب 30 مليون كأجر وقال زاداك نشوف المهرجات الأخرى ونلقاها كومبلي ما نفهمش عليش العزوف هذا في مهرجين المكنين عليش حسب رايك على خاطر سامارة معروف فنان غابغ يحبوه ليجان وحتى مش ليجان معناه فنان يحبوه معناه مش العبيد الكل ما عنده فئة كبيرة من الجمهور ونسبة كبيرة من الجمهور اللي تحبوه تابعوه تحفظ أغانيه فنان عنده أكثر من 80 غنية عنده غنية مانا براش عاملة أكثر من برشا برشا ستة ملايين عاملة أكثر من ستة ملايين فيو على اليوتيوب عنده مجموعة لفيو متاعه الكل فوق المليار معناه فنان عنده قيمة فنية وعنده نسبة محترمة برشا برشا من الجمهور اللي تابعوه تحبوه تمشيله ومننسيه وش كي يعمل حفلة في كرتاج راوي يعمل سول داوت ويتعبه معناه في ستيفال كرتاج عليش في المكنين بالذات فما عوزوف كي ما قال مدير المهرجين والله هو فما الحاجة لولانية اللي ينجم يكون جمهور المكنين ما هوش مغروم برشا بسمارة يعني النجم تكون الجمهور في غمامة هوش يكالي بالحق مغروم بسمارة ويحب بسمارة والأغاني متاع السمارة يعني النجم يكون في المكنين ما ما هوش مغروم اي اما هذا ما يقللش من قيمته الفنية لا ما يقللش بينسيه وقاعدين نشوفه لأيامات الخرانية سما راذر بضربتين يهابط على الفيسبوك بتاعه اللي هو بش يعتزل اللي هو هذي اخر غنية لي اللي كل ما بالكش يزده نتنجم تكون الحكاية هذيك اللي في غيمون قاعدة كلي تخليها بالعكس ما هوش يعني الناس ما عادش عندها ثقة فيه مية بالمية خطر انتي جيك انسان يقول لك هذي اخر حفلة لي وقت هيدا وقت هيدا وقت هيدا نمشي بالعكس نتشجع بش نمشي اذا كان نعرف هو اللي ذي الحفلة الاخرانية اللي بشي عملها نو بالعكس وقتا نقول لها يا فرصي معنا يا مدام هذي الحفلة الاخرة خلن نمشي تاو والله مش الناس الكل يتخلم كيف يجي هنا الناس الكل يعني يقول لك هيا فوك علينا مش لازم هو يحسسنا كينا عمل علينا مزيق يعني ضربة ضربتين هاو بش يعتزل ضربة ضربتين هذي اخر غنية بش نهبتها ضربة ضربتين هذي اخر حفلة بش نعملها خطر هبتها برشة مرات الحكاية هذي وكل مرة قاعد حتى كنوع مل بوز معادش معادش يضرب جملة خطر سيبون فهمة العبيد ولي قال يعني هو كفهمنيك اللي انتي قاعد تحب تحير اسمك ولا تحب الوحة لا يعني اكيبش ندخلو في النواية لا لا النواية السطحية اللي انا كيفيش نشوفها ولا احنا نوعية متعبات كيفيش تشوفها باركزمبل في بنزارت عمل كومبليتا يعمل كومبليتا هو والبنزارت والمنزل بورقيبة وبداي من غادي على ذيك عاني يقول لك الجمهور عنده الدخل خاطر الجمهور متعبين في البنزارت ومنزل بورقيبة والزارزونة ومنزل عبد الرحمن وكشيرات هذيك الكل يسمع الراب خاطر ديجا عنا برشة احنا من بنزارت ومنزل بورقيبة ومنزل بورقيبة والزارزونة وخارجين من راباريت على هذيك الجمهور وإيش يسمع عنده دوق والإدارة متع المهرجانات يزمها تشوف جمهورها إيش يسمع وشني الضوق جمهورها في هذي نتفق معاك أما أنه يهبط سيخ فيسبوك كل مرة بشعة زلة ذيك عليش يمكن مسارش أقبال الجماهير ذي أنا بيخسون المو ما نتفقش فيها معاك أما أنه كل بلاسة ولكل مدينة وشني الضوق متاع الجمهور اللي فيها وكي ما قلت أنت بسي ما ذي مهمة برشا كل مدير مهرجان يلزموا يشوف شنو الضوق متاع البلاسة اللي هو فيها أي بينشي يلزم الهيئة كلها تشتمع مش دي وتشوف بالحق اللي شنيه نوعية الأغاني اللي تمشي فكل بلاسة هذيك ويطلبها الجمهور متاعه يعني خذر سامارة كي ما قلت في بنزارت يعمل كونتريو يعمل سولداوت من قبل حتى أربع وخمسة أيام في كرتاش كيف كيف في المكنين بوتاتخ معناها يحبوا الجمهور يحب هذا سامارة نسمعوه بعد البوب مزلنا في المهرجانات ومزلنا في الجو وفي الصهريات بش نمشي المهرجان آخر وبش نحكي على مهرجان بنزارت الدورة 41 وبالتحديد صهرة 23 جوليا الصهرة اللي شفنا فيها تقوس الزردة كان عرض فرجاوي شعبي بدوي شفنا في العرض شقايل الكوسكسي الدور على الجمهور وجمهور ياكل في الكوسكسي وياكل آآ في اللحمة العرض هذيه حاجة جديدة ذيه ما شفنا هيش من قبل المهرجانات نمو في بنزارت يظهر لي يظهر لي فما مهرجان صارت في قبل يظهر لي مانيش عارف بالضبط المعلومة مانيش متأكد منها أميض هولي صارت لكن كمهرجان بنزارت أول مرة نشوفوا حاجة كي من هكي العرضة ذيه اللي قدمتوا الفنين الاستعراضية نجلة تونسي اللي حسب ما قالوا نجلة تونسية واكثر حاجة اللي عجبت جمهور بنزارت هي الدخلة الجراينية والدخلة الجراينية هي اللي تغنيت فيها الأغاني البنزارتية وأهم حاجة انه كصيرتوكي يجي الفنين الشعبي البنزارت يغني الأغاني البنزارتية أو ينزللهم على الوتر الحساس أو كي يبدالهم الدخلة بهذيك خاطب القومة بما يفهمونه يعني يجيتهم البلسة تدخل معناها تغني لهم أغانيهم اللي هم يحبوهم ويشيخوا عليهم وصيرتوكي تغنينهم يلي اللي جيتك بتخيل هذيك الأغلاع يحطوك فقريوسو به زيدة جهين نلقاوه اللي فمشكون مع جبوس العرض ونلقاوه في بارشا نقدة العرض وفمشكون اللي قال في الكومنتين خرج من نص العرض فمشكون اللي قال مازالك بديت وأنا خرجت وشنية هذية اللي عجبته هنا وشنية هالعرض هذية وبرشا يعني تعاليق من المستحسن إنو ما نحكوهمش لكن العرض حسب ما شفنا الأخبار وحسب ما شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الصحفية يلقاء نجاح نوعا ما في الجمهور حسب ما قالوا حسب الأحسائيات اللي نسبته جمهور بين السبعين وثمانين بالمئة وهذية زيدة حسب زيدة التصور اللي شفناهم على موقع التواصل الاجتماعي هذا هو الخبر هو في الأخر إرضاء الناس غاية لا تدرك معناه مش الناس كليكا بش يعجبها فما اللي يعجبها ستيل أغاني وجو نجلة تونسية وفما اللي ليه اللي ماشي معناه قصد تذكره وماشي بشي تفرج في نجلة تونسية عارف روح ومعناها اللي هو بشي تفرج في شو شو وانا ريت معناها دي فيديو معناه على العرض حلو عالاخر حسب ما ريت معناه اللي فيديو هي معناها كيفيش لبست وبدلت اللبسة ومعناها سيتان شو ودكار ولبسة وشتيح وغنية وأغانية ذو كهو ممتاع نجلة معناه سيتوتا في النجلة التونسية معناه الواحد عارف روح وشنا هو ماشي بش يسمع ما هوش بش يسمع ام كلثوم ولا بش يحضر في حفلة مثلا زياد غرزة معناه عارف هو ماشي الفين اما في الاخر تقعد ارضاء الناس غاية لا تدرك انا ريت الحفلة ريت عباد عاملة جو عباد في المدرج تشتح والشيخة وعاملة جو وتصفق ومهيش هناعتها تشتح وتفرج قلبها في جتيح ريت معاها صاحباتها زيدة أروى بن سماعيل وحنين الشجراني هذي معناها من غنيات اللي غنيتهم نجلة تونسية نسمعوها توا اطعم بعطيلي نسمعوهم نسمعو غنيت يا للا جايتك بتخيل من المزيارة لحقيقة انا حسب مريض العرض كان نجح ونجلة تونسية كانت في قمة النشاط متاحة والابداع متاحة هذي كهي نجلة معناه واحد يقبلها كما هي نجلة يا ما تمشي لهيش نجلة بالحق الفناني الوحيد اللي نعتبرها أنا اللي عندها بصمة خاصة به عندها الفيانة متاحة عندها الريشة متاحة عندها كالفغيمونها كالكاريزمة كالفينو متاحة في شخصين هذي بالحق ليه يا بخنها ليه يا بش يزيدها وش ينقشها عملت عرض يمشي مع تصويرتها ما جيتش مثلا غنيت أم كلثوم ولا عبد الوهيب تغني حسب الطاقة صوتية الفاتمة بوسيحة غنيت أغاني لقديمة متاع المزود متاع الربوخ متاعنا يعني هي ديجا مشيت حسب باللبسة كل كل معناها غنيات باللبسة متاحهم بالعرض وكي ما قلت انتي الكوسكسيدور بين الجمهور ولكل معني حاجة جديدة عرض جديد ما شفناش من نقبل بتوفيق ليها في بالتوفيق ليه ويعطيها الصحة زيدة عالكم اللي خدمتها خاتر ديجا كما قلت انتي صحابها جيو الكل بالحق جيو شكون يعني شد ديجا شوفنا رجدي علوين شوفنا صحفية هيلة ذويدي شوفنا برشة وجوه إعلامية وفنية آآ فغيمون يعطيها صحة زيدة بالحق فما حاجة نقطة اللي لحظتها ونقطة خاتر سيطو انا نمركز برشة على مهرجين بن زرد خاتر السنين تحس هالدورة ما هيش فغيمون كلي تلع برشة ودورة ما هيش شكل بالحق فيها برشة وجوه جديدة خاتر برشة شوفنا عم ناول ووت عم ناول وقاعدين وقاعدين شو نجلة اول مرة تطلع في بن زرد نجلة خدمة عالكم خدمة على فغيمون انها كيفش تتسوق اللي ما جمتاحها في مهرجين بن زرد اللي قاعدة قاعدنا نشوفه برشة ناس خدمة على نجلة وكيفش انو نجلة باش تجيب بن زرد وعملت الشوتينج متاحة في بن زرد وفي في فين المسرح والفيبور والبلايس المتاع معروفة في بن زرد كذلك زيدة بالحق حابيت زيدة نوجه رسالة للهيئة بزيدة متاع المهرجين اللي فغيمون حاب شوفوا المهرجين يعني شوفوا جمهور بالحق ديما شوفوا الجمهور شنية يسمع نجلة تونسية حاجة جديدة على جمهور بن زرد بالحق حاجة جديدة على هذك وذك ساكن عرض ناجح والقائق بين جماهيدي وحظر الجمهور بالحق يعني حاجة جديدة ملقات ناجحة متاحة يعني حاولوا شوفوا ونوعه وشوفوا بالحق الجمهور متاعكم اش نوع يحب يسمع وشنية ما يحبش ساو باركزمبل قادينو شوفوا فاما برشا عروض تاويكة كومبلاي تاويكة في مهرجين بن زرد يعني هي حاجة با هي وديما الميزانية تحكم في المهرجين راه يعني مهما كان الفنان وكذي لكن فاما مهرجانيت يعني بالحق الميزانية تحكم فيه بالتوفيق الناجلة التونسية ويعطيها الصحة على العرض اللي قدمته والزردة وبالحق حاجة جديدة نمشي واجهين تاويكة عندك خبار اخر باسم اخبار ما هو ما فهمتش لخبار هذي اسكو نضحك عليه اسكو بالحق تراه بول طول جمه المستمعين يحكمو بي الاخبار هذي هو انا كي قريتو خلاني نسئل برشا اسأله من بين لسأله هذو ما ليسئلتن بيني بين روحي وين ماشيين بالتهاور ايش قاعد يسير في هالبليت يا سيدي يا جيهين الاخبار يقول مواطن بشي ينتقم حت حناش ثعبين في قسم الانعاش هاي هذي ما اكدو سي شوقي حمودة مدير اسبيتار سهلو بولاية سوسة ليلة 23 جويلة جه تاليفو من زميلو يعلموا فيه اللي فما مواطن تعرض لضغط ثعبين وبعد تثبت وكتشفو يعني هو في السبيتار ماشي بشي دي ويزيد يلدغوها ثعبين لا لا استاني عوشيك الاخبار بعد ما ثبتو وشيفو اكتشفو اللي المواطن هذي ما هوش مسجل اصلا في قائمة المرضى اللي ريقديم في السرفيس وبعد ما رجعوا للكاميرات المراقبة يلقاوا السيدة هذي يتخلب السبيتار وفي يده ساك وكيوصل للبيب السرفيس خرج الثعبين لحناش وحطوا قدام البيب وبعد ما جايوا يشوفوا ويثبتوا يلقاوا السيدة هذي كان يخدم قبل حارس في السبيتار قبل ما يتردوه لأسباب أخلاقي يعني ذي جا تردوه هو عنده أسباب أخلاقي وباقي متميدي معناه ودخل السبيتار بثعبين ولدغو هو الثعبين ما لدغوش هو عمله روحه اللي هو لدغو ليه خطر هو جيبوه وقتله من بعد قالوا مرانيين روالدغني يعني هو الحاجة اللي حاب يوصلها لسيدة ذي اللي حاب يوصل لسبيتار ذي كراه هو سبيتار مهم البرشة وقعد ونقصته ألف حكاية وحاجة وحاجة ودخل معناها لدخل بالكل وفي دي ثعبين وكل أما نتصور هنا دي جا خطر مدير السبيتار بقاع يبرر على أخباره وقال الأخبارة ذي الحارسة ذي اللي تردوه حاب يشوه سمعة السبيتار لكن قوله هنا كيفيش السيدة تخل كيفيش وصول للسيرفيس وكيفيش وصول أنه حتلحناش في السيرفيس ربي يهدي على كل بسام وصلنا لثمانية في إيافايم المتينة لويكان نخليكم على أخبار مع السيد مهليلة